على ضفتي الإقرار والرفض يقبع القرار الوزاري بنقل تبعية الحضانات لوزارة التربية بدلاً من الشؤون على صفيح ساخن في ظل رفض أصحاب الحضانات لهذا القرار الذي وصفوه بالمخالف للقوانين لسنا بدراية بهذا القرار ولم نطلع عليه لما اتخذ هذا القرار ما كان مدرس فعلاً ما كان مدرس لو كان فيه دراسة الدراسة يجب أن تكون مستفيدة لا يجوز أنك أنت تخصص إلى الرخص إلا لأصحاب المعلمين وهذا لا يجوز المشكلة أن يقولون هناك قرار طيب القرار هذا هل بإمكانه أن يلقي قانون؟ لا يجوز يجب أن يلقي القانون قانون آخر وزارة الشؤون ساقت مبررتها بشأن اتخاذ القرار مؤكدة أنه جاء بعد الدراسة المستفيدة بمشاركة كافة الجهات المعنية ومن ضمنها اتحاد الحضانات نفسه لم يتأتى من فرق نقل الحضانات يا سادة يا كرام هو طلب من اتحاد الحضانات اتحاد أصحاب الحضانات الدراسات التقييمية وجدوا بأن الأفضل أن تكون موقع الحضانات لدى وزارة التربية باعتقاد أنهما اتخذوا هذا القرار نقل تنبيعية اخصاصات دول الحضانات الخاصة إلى وزارة التربية بأسلوب هادئ مبسط يتناول فيه الطرفان حقيقة الأسس المهنية السليمة في نقل هذه الحضانات دون المساس حقيقة فيه أو في مصالح للأخوة أصحاب الحضانات أو التأثير على خططهم التربوية على الضفة المقابلة علت صرخة مدوية من أصحاب الحضانات في وجه القرار كونه يتسبب بأضرار جسيمة للأطفال وأولياء أمورهم ويخالف النهج المتبع نحن نتعامل مع أطفال أعمارهم شهر وشهرين إلى ثلاث سنوات ونص وزارة التربية والتعليم تتعامل مع المراحل التعليمية من أولى ابتداية وأولى روضة إلى نهاية المراحل نحن الآن أمام نقطة مفصلية جداً نحن أمام مشاريع في خطر أمام أسر كويتية سيكون أطفالها في حالة توهان حالة جدلية يفرضها القرار الوزاري الجديد تتبين بها الآراء من الفريقين المعنيين حول مدى توافق هذا القرار مع الجوانب التربوية والاجتماعية للطفل إضافة للاختلافات اللوجستية زهراء الكاظمي لتلفزيون المجلس ترجمة نانسي قنقر